في البداية يعني عشان احنا بنقول جهود الدولة بحالك بتجد حتى الآن في تحفيز بيئة الاستثمار بشكل عام بدون يعني ما نتكلم عن تخصصات وهنتكلم لكن شايف جهود الدولة متجهة لفين في دعم هذا الموضوع بيئة الاستثمار وتحسين بص اولا احنا لما بنتكلم على جهود الدولة احنا بنتكلمش على النهاردة احنا النهاردة عشرين تلاتة وعشرين تعالنا نتكلم على جهود الدولة اللي بدأت فيه تفعيل ونشر أو سن عدد من القوانين بدأ المسل من سنة 16 قانون ضريب على القيمة المضافة اعقبه قانون الاستثمار 72 في 17 اعقبه قانون التأجير التمويل والتخصين في 18 اعقبه قانون الجمارك الاخير اللي في عشرين عشرين 207 وده طبعا عدل قانون اللي كان في أول الستينات الى قانون الجمارك الجديد قونين الجمارك دايما بتهدف الى تحديد الرسوم الجمركية اللي احنا بنسميه في الجمارك رسم الورد ورسم الورد ده على جميع السلة المستوردة اللي بترد عبر المنافذ الطبيعية سواء كانت جوية أو بحرية طيب الجمارك الدول بتفردها ليه؟ بتفردها لأنها شريان من شرائين الخزانة العامة للدولة أن أنت بتحاول تحامي أو تحمي منتجك المحلي فبتفرد جمرك على السلعة الأجنبية اتنين أنت بتشجع توتين الصناعة المصرية يبقى لما نيجي بقى موضوعنا الأهم هو توتين الصناعة المصرية يبقى لما نقول قانون الاستثمار 72 في 17 خلق بيئة استثمارية محفزة لجميع المستثمرين القادمين أيا كانت جنسيتهم فأنت بتحفز ليهم الموقع داخل مصر بيتمدي لهم يد العون وخدمات كتيرة جدا بدأت بتوطين عدد كبير جدا من الصناعات في خلال الفترة دي طيب نقول إيه بقى اللي ظهر في الفترة بتاعة الثلاثة وعشرين وظهر بالتحديد إنبارح الثلاثة مجلس شعب وافق عليه استكمالا لهذا السير طيب المسيرة دي لما بدأت من عدد من السنوات سابقة ومش عايزة أقول إن تاتي مازالت مستمرة فدى في سياق الحوار إنبارح مجلس شعب وافق على قرار رئيس الجمهورية سبعة وستين لسنة عشرين تلاتة وعشرين بتعديل بعض البنوت في التعريفة الجمركية تعريفة الجمركية اللي طلعت بقرار برضو رئيس الجمهورية في عشرين اتنين وعشرين كانت متعلقة بالقانون اللي طلع في عشرين عشرين تعريفة الجمركية اللي طلعت دي محددين فيها وفقا البند الجمركي اللي بتزره الورلد كاستمرز أورجنزيشن منظمة الجمهورية الدولية وهي بتزر مجموعة من البنود الجمركية بتحدد فيها النسب بتاعت الجمهورية اللي انت بتمشي عليها فبتاخد البند تحدد النسبة وفقاً لإحتياجاتك داخل الدولة وفي إطار اتفاقيات الجات الدولية اللي أنت داخل جواها وفي إطار الاتفاقيات اللي مع القرى الأوروبية في زيرو جمالك طيب، أنت ما عدلت إنبارح التعديل ده كان لإيه؟ كان لتوطين الصناعة في سلعتين السلعة الأولى نتكلم على التليفونات المحمولة تليفونات المحمولة إحنا في الأصل كنا عافينها من الجمالك ليه؟ لأن أنت بتشجع استقدام وجذب المزيد من التكنولوجيا المتطورة لتحقيق التنمية المستدامة اللي عندك ده المكون جاهز تمام؟ المكون جاهز مع الوقت، أنت عايز توطن الصناعة، طب أنا عايز حد يجي ينقل الصناعة دي هنا داخل مصر فبدأت تتخضعه لضريبة أو رسم جمروكي 10% مع الوقت، أنت محتاج تحفز أكتر، فبدأت المستثمرين بدأوا يقدبوا فيه عندنا النهاردة مصنع يمكن في العاشر وفيه مصنع تاني في أسيوت وفيه ثلاث شركات مقدمة هنا من خلال هيئة العامة للإستثمار بتطلب المزيد من الإستثمارات داخل مصر في صناعة تليفون محمول فأنت علشان تعمل جذب ليهم مستقدم لهذه الصناعات، فأنت بتعفيها ترجمة نانسي قنقر